مهمة جداً حذت في محافظة نينوى عن أزمة الوقود اللي صارت بالفترة الأخيرة شو نشوف هاي الأزمة بدايةً في نينوى منذ أيام برأيك أولاً بدايةً مساء الخير عليك وعلى المشاهدين الكرام وتحية أهلك في نينوى إلك ولكل المشاهدين الكرام نحن أستاذ رائد جغرافياً واقعياً بالقرب من أقليم كردستان وبالذات من محافظة أربيل ومحافظة دهوك هي أقرب محافظة إراقية على هاتين المحافظتين الحقيقة فرق السعر الكبير في الوقود في أربيل وابدهوك جعل الكثير الكثير من أهلنا في أقليم كردستان هي أمون محافظة نينوى لغرض التزود بالوقود وحتى يعني مع مجيئهم التزود بالوقود يعني ما كانت المشكلة كبيرة لكن للأسف قسم من ضعاف النفوس استغل أنه إحنا فاتحين صدرنا اليهنة في كردستان بدأ يستغلها وبدأوا يستغلون بورصة مع البنزين يعني شغلهم كلها صار بورصة يطب السرمال البنزين يفرغ ويرجع مرة ثانية وهكذا يعني هذا أثر بشكل كبير على حصة المحافظة وإنت جنابك تدري ويدرون أهلنا الإراقيين إحنا من سيطرة عصابات داعش الموصلي وعلى المحافظة هن في كردستان فتحوا بيوتهم فتحوا أيديهم فإحنا ما معقولة يعني نيجي على موت بانزين إنه إحنا نمنع نمنعهم لكن قلت لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر